ده اليوم الشباب الشباب يقعد يقدم موسم مختلف صحيح هم ما لهم صوت الشبابيين ما قاعد يقولوا له احنا بنسوي سكيتي ما شاء الله تبارك الله يجمع نقطة نقطة شوي شوي قاعدين إذا استمر الشباب على نفس المسيرة هذه حتى نهاية الدور الأول رح يطلع طارق النوفل ها ويقول خالد البلطان أعظم رئيس مر في تاريخ الشباب لأنه مش لن نحقق مع الشباب بطولات لا لأنه أعاد الشباب وهنا البطولة الأقوى تحقيق الإنجازات للأندية هذا ملف لكن إعادة النادي للإنجازات بعد فترة غياب أنا أعتقد هو التحدي الأكبر هذا التحدي لننتظره من أنمار الحائلة في الاتحاد ننتظره من عبدالله مؤمنة في الأهلي ننتظره من طبعا صفوان السويكت وعبدالرحمن الحلافي في النصر خالد الدبل في الاتفاق ها العفالق سعد العفالق في الفتح عنده موروث صعب جدا فريقا بطل الدوري إدارة الجديدة اللي رح تكون في التعاون يعني في أندي عندها تحديات كبيرة ومنها نادي الشباب لا الوحدة الدكتور يقول لي الوحدة سابقا كانت فترة حقبة زمنية كبيرة غاب فيها الوحدة لا موضوع مختلف هنا يعني أكثر من حتى من 30 سنة الوحدة في الخمسينات كانت والستينات لها حضور كبير جدا غابت سنوات طويلة وإن شاء الله ترجع الوحدة ومبارك لكابتن سلطان أتخيل يوم أبارك لك وبطولة الدوري الله الله ونروح مكة ما هي بعيدة وإن شاء الله أنا سويت حلقة جماهيرية للوحدة لما الوحدة صعد من الدرجة المتازة إن شاء الله عقبال نسوينا حلقة ثانية عاد في النادي نسوي دوري ونسوي مزمار دوري أو كاسة لا لا أبغاد دوري أبغاد دوري